السلام عليكم يا حبيبت انا اعملوكم بقى النهاردة من بوائي التلاجة اللي هي فراخ طبعا بوائي الفراخ بتاعتي اه اعملوكم ايه اكلة حلوة طعمها حلوة والواضحة هجباها جدا او الكفت فراخ زي ما انتو حابت سموها وسموها كان عندي اززور الفراخ مسلوة ماركونة اه في قطع الكام قطع بانية عندي برضو محطوتين زياء فايدين مني من الشغل اه صدر فرخة مسلوة اه كفتة فراخ عندي جمعت اقوله في فريزر بجمعه واعيني في الكيسة في الفريزر وب نعمل بأي اكل. عادي التدوير. عادي التدوير لحكتك. فانا مسكت الكفار دي كلانا ضفطاء وجهزتها وحطها في الكبه بتاعتي فرمطاء. وسلقت بطصة كبيرة واحدة بس كبيرة كده كويسة سلقتها. وتتبقى ان انا هجهز كل ده في الكبه بتاعتي تاني. حاطيت كيس مرقة كنور اللي هي البودر. مرقة دجاج البودر. كيس معلقتين نشا. بس. ده اللي احتاجته في التدبيل بتاعتي. كيس بودر مرقة دجاج. واحد كيس فيشتار حار. معلقتين نشا. بضايا. ملح وفلفل. ونص معلقة بيكين بودر. وضربت كل ده ببعضه. ورجعي تاني الكبه تاني لو انت مش عرفت فنو بأيديك. تعجنيه بأيديك. المهم ترجعي الكبه تعجنيه تاني او يتجرس كل ما بعضه الخليط. وركنيه على جنب. سيبيه في التلاجة موصل ساعة. قبل ما تشغلي به. عشان يتشكل معاك وما فكش منك في السوق. في التحمير. عايزة تعمليه له خلطة. كفر خارجي. اني انت تحطي لبن وبيض وتحطي في البقسمات. تمام. عايزة تقليه كده. اقليه كده. حسن ما انت عايزة. بس طبعا انا اختصرت الموضوع وقمت قليها على طول. جربته. لقيت الالية بتاعت الموضوع جدا. ولا فتح ولا اي حاجة منك. لان انت عاطية كل حاجة حقها. الضرب كويس. العجنة كويسة. اللي انت بو انت بتصبعيها. بتحطي زيت في ايديك كده والصبعي. يعني انت بتحطي زيت عشان تصبعيها زي كفتة الرزي كده عشان تمسك معاك يا تماسكة. بتطلعها كلها نسيج واحد يعني تعجينها في دي كده زي الحت العجينة وعين تشكلي. زي ما انت عايزة تشكلي. عايزة تشكلها لشكل النجس مربعات. عايزة تشكلي. انا كنت مستعجلة عملتها مدورة وكفتة. عشان احطها في استوالشات الولاد في العيش الفين ومع مع كاتشب ميونيز مستعجلة. زي ما انت عايزة بقى حطي. ده كل كل انا بدي الفكرة وانت بقى رجحي اللي انت عايزة تعمليه ببيتك. فانا عملت الكفتة وزبطتها وحطها في تلاقي كمان ساعة. بعد ما شكلتها حطفت لها كمان ساعة. زيب بتاعي يسخن على النار. او بنزل الكفتة واحدة واحدة بالراحة كده. وقال لي يبقى على الهادي. بياخو بيطلع بقرمشها من جدا من برة. وطرية وطعمها جميل جدا. ناجتس ناجتس اصلي. من غير ما حد يعرف انت عاملها ازاي. وكوينتي ولمدي تكوينات باشتلكتك وحكتك تطلعها ازاي الفل. اهم حاجة ان انت تعملي الحاجة بحب. تعملي الحاجة وانت نفسك مردير بتعملها صح. تطلع منك زي الفل. زي ما شافين كده الكفتة طلع متصبعة. الدوار طلعها حلوة. الدوار الكفتة. اش اقول الكفتة. ناجتس. نتها طبعا فيها بطاطس وفيها النشوة وفيها توابل. طحفة. بس بجد والله اللي اكلها عجبته جدا. وطماحل وقوي. طلع طبعا عايزة عمليجة من باقرونة. عايزة عمليجة من شواء ترز بسمتي. عايزة عمليجة وتشت عيش فينو زي بتيجي من برة كده. كل حاجة شغالة. طبعا الولاد عايزين وطول ما انت عايزت تخترع وتعملي. فدي حاجات بسيطة وتكوينات ما كالفيكش حاجة. واللاكت في التلاجة وحاجات بواية. هم حاجة اللي يكون الفيديو عجبكم واستفدتم مني في حاجة تعجبكم بيا. وتجربوها تقول عليكم فيها ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة شكرا شكرا